سؤال أيضا في علاقة بالفيفا سمعنا لوصل لكم مكتوب من اتحاد الدول يكون تقدم بعد إيقاف رئيس الجامعة وديار جري شو ما صار في المكتوب وشو ما كان رد الوزارة وصل للجامعة ورجم أحلته الوزارة هي تساءلت عن الأسباب ثم صرحت الفيفا أنهى المسألة تهم القانون العام وقانون الدول ولا تتدخل في هذه المسائل ونأكد لك اللوائح الدولية بما فيها ميسيو والاتحادات الدولية أكثر حاجة ما تحبهاش هو الإشكالات التي تنجم توقع أو تثيرها لهذه الرياضية مع حكومات لأننا نحن نصلنا في حالة مرضية الأصل أن الوزارة تلعب دور الجامعة تلعب دور اللجنة الأولمبية تلعب دور وبكون نخدم الرياض سيشكري هنا خوذي على قد عقلي تراش فمشكون يقول زادا لوزارة داخلها في مشاكل مع كل الجامعات ومع كل الهيكل مع كل الجامعات التي ترقى روحها مستقلة بمعنى آخر الوزارة كانت تحب تحطي لها على كل الجامعات وأيضا على اللجنة الوطنية الأولمبية ودير على ذلك أن العلاقة كانت حميمية جدا بين اللجنة الوطنية الأولمبية بالوزارة ومثلا في سي كمال وفي سي محل زوصيان هل تؤكد هذا أكيد ماكشف تأكد لكن على الأقل هل تم في هذا؟ يه شو شو طيب كتقولين نضع يدنا شو ما مسأل حتنا احنا بش نحطه ايدنا اخي احنا صغيرين ما نفهموش ما نعرفوش الوزارة شو ما وش تخدم لما تحبوش أي هيكل ولا أي جامعة تخرج من بيت الطاعة متع الوزارة ما سميش هذا لا 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 الوزارة أبعد ما تكون عن هذا احنا أدوارنا واضح ثم وضع رياضي تسمحوني في الكلمة والمشاهدين ومشاهداتنا متعفن للأسف صي يفدت انت تمشي للشارع يقولك انا ما عوش نشوف الكرة هذه حقيقة تشوف انت النتائج كيفاش وصلنا اليوم عنا 12 ولا 13 انت رشوها ال 15 انت رشها للألعاب الأولمبية يزيبنا يكون عنا أكثر رغم اللي احنا صارفين كي نقولك احنا نصرفو في 8 مليارات بتجيب لي 15 رنبعات دول الأخرى ما تصرفوش حتى في 5 وتطلع في 20 و 25 اشتركوا في القناة